هنا قلب العاصمة التونسية عشية عقادي أول انتخابات للمجالس المحلية بعد حل المجالس البلدية عقب أجراءات الخامس والعشرين من يوليو أرع المواطنين بدت متباينة حيار الانتخابات بين من ينترقب تغييرات جذرية خاصة فيما يتعلق بالمجال التلموي والمجال الاجتماعي ومن فقد الأمل بالوعود ولم يعد ينظر بعين الرضا للمصار الانتخابي برمته والله إن شاء الله ربي سهل فيه ساهم واتنحوا البلديات هما ديجا حلوها وإن شاء الله اللي بشي يجير يقنلنا البلاد نعطيك مثل مثلا شير حبيب بورقيبة ذي هذا طوال عاصمة كيه هكا ما زادوا فيها شي ما عملوا فيها شي وفي الليلة ذي السبعة متاع الليلة يجا شوفها تسكرة ذي في الليل قبل الانتخابات الوعود تعد ولا تحصى وبعد الانتخابات سفر نتيجة على المستوى اللوجستي تتحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها أعدت ما يلزم لإنجاح الحدث الانتخابي حيث وزعت 34 و325 عون مركز ومكتب اقتراع فيما جهزت 8174 مكتب اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية التونسية على المستوى الأمني وزارة الداخلية تتحدث على أنها ستتجند لإنجاح هذا الحدث الانتخابي وتحسبا لأي مفاجآت قد تترى جاهزين طاعنا حضرنا رواحنا مادين بشرين لوجستين قراراتنا الترتيبية بدأت الحقيقة هي من معنيها التحديد معنيها الدوائر الانتخابية هذا كتزامنا مع التقسيم الترابي نتعرف أنتم والخارطة الإدارية جديدة وتنعقد انتخابات المجالس المحلية في ظل استقطاب حاد بين السلطة والمعارضة المعارضة أعلنت مقاطعتها للحدث الانتخابي فيما السلطة تؤكد أنها ماضية قدما في استكمال ما اعتبرته مسارا إصلاحيا بلا المبروكة الحرة تونس